طيب السلام عليكم. اه بطيكو العافية. طبعا بدي اكمل شرح محاضرة سبعة تمام. لماني في كذا شالك. بدي انا عافي ان انا متأخر عليكم في عنده ظروف تمام. فاللي هيصير ان شاء الله نشرح محاضرة سبعة الان تمام. وباقي المحاضرات تقريبا ثمانية وتسعة وعشرة رح نشرحهم بعد الفاينال تبعنا اللي هو بخمس وعشرين الشهر تمام. الفاينال تبع ويكون بواحد اربعة. ان شاء الله قبل الفاينال الله بعينكم. اه رح نكون شرحين المادة كامل تمام. فرتب جدولك على هذا الاساس. اوكي? طيب. اه خلاص النقطة الاولى. النقطة الثانية. اه مدين محاضرة مش مرتبة. دكتور حكم مش مرتبة تمام. ففي اشياء بدي اشرحها اه قبل كتأسيس اه او كمراجعة لاشياء انتم خطوهم محضرات سابقة ورد نرجع على التفريق. اوكي? طب مبنائيا لازم تكون متماكنين من اللي هي محاضرة خمسة. وبارت الاول من محاضرة ستة. اوكي? طيب. بشكل مختصر. دخل عندي هوا. اه ناخد قلم اصفر. اوكي دخل دخل عندي هوا. صار في عندي تمام. اه البلاد هاي اه صارت اه اه ساتوريتد بالاكسجين وقليلي بالكاربون دايكسايد. يعني هون وهون هاي الدم الخارج. والدم اللي داخل راح يكون العكس. لو اكسجين. وهاي كاربون دايكسايد. حلو? ها بشكل بشكل مختصر. اوكي? الساعة الان اه على على طول على طول على طول المسافة هاي. اوكي. على طول المسافة هاي. هون اللي بكون فيه تمام? لان متى بوقف لما انا الحالة من الاكويلبريم. اللي هيد التساوي بين بين الكونسنتريشن اللي موجود بين الافولوس واللي موجود بالكابي بليوري. تمام? الان الان اا اا. اا! بدنا نحكي عن بتقريبا كل كونسنتريشن. على سبيل مثال في للي موجود هون. اللي انا بعمل له هو بعمل له تقريبا كمية تقريبا, تقريبا صفر. الهوى ما فيك تقريبا كاربون دايكسايد. بينما الهوال اللي جاي من الفينوس تمام اللي جاي من الرايت سايد للهارت تقريبا يكون نسبة الكاربون داكسايد 46% تمام لان لما اعمل تبادل تقريبا راح يصف في الخارج 40 يعني قل من 46 ل40 ونفس الاشي اللي موجود بالالفورس تقريبا راح يصير 40 فلما يخرج فالليان الهوال بعمل تقريبا ناخد للم ثاني هيا ساوي 40 نفس الفكرة راح تكون بالامين بالأكسجين تقريبا نفرض انه تبع الهوال عسبيلي مثلا 100 مليزئبق تمام بينما اللي جاي من هون 60 جاي 60 راح اعمل لحد ما تقريبا اوقف مش مهم الاقام انه افهم الفكرة انه خلص انه تسعين خمس وتسعين وهكذا اوكي انه زاد اوكي هاي في حالة بشكل مختصر يعني طيب الان الفكرة الثانية الان انتو بتعرفوا انه في باللنج شي اسموا عندي ديد سبيس تمام هاي ديد سبيس هاي عبارة عن اه اماكن ما بصير فيها غاز اكسجينج اوكي فبالتالي فالديد سبيس عندي حالي باثولوجيكال وحالي فيسيولوجيكال طبيعي تمام هاي ما بصير فيها غاز اكسجينج حلو هون الفكرة ديد سبيس الان على سبيل المثال صار انا عندي ديد سبيس ولكن كحاله باثول كيف ممكن يصير على سبيل المثال عندي هذا البلاد فيزل جاي هيك وطالح تمام افرض انه صار في عندي ايش وبستركشن حلو اه انه خلص صار مثلا عندي هون في عندي خطرة وسكرت لهذا تمام الان ما رح صير في عندي اه غاز اكسجينج تمام فبالتالي انه ما راح اه البلاد اللي طالع من هذا الفيزل اه يكون اه محمل بالاكسجين حلو فبالتالي شو اللي رح يصير انه اه الالفولايث الفكرة انه انا لما قللت عندي كمية ال الغاز اكسجينج تمام رح يقل عندي اللي هو قل عندي الغاز اكسجينج تمام تمام فبالتالي اه اللي رح يتأثر اللي هو الاكسجين والكاربون دايكسايد رح تختلف نسبهم تمام اقول لكم انه هون في هاي الحالة انه لما صار في عندي ديد سبيس تأثير الاكسجين مش رح يختلف كثير تمام انه اوكي خلص انه فبالتالي انه مش رح يسبب لي اني نقصام بالاكسجين كثير فبالتالي مش رح يسبب لي انه 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 اوكي رح يقل بس مش مش رح يكون سيجنيفكين اوكي ولكن التأثير الكبير اوكي التأثير الكبير رح يكون على الكاربون دايكسايد تمام فهون انا لما قللت لجاز اكسجينج انا زودت اوكي مش المفروض هو كان اه اربع وستين صار هون بعدين صار عندي اربعين طبعا انا ما عملت هون فبالتالي رح رح النسبة تزيد تمام يعني رح اضلها ستة واربعين ومع حلو انه انه هذا مع الوقت مع الوقت هاي نسبة رح تزيد رح تصير خمسين وهكذا تمام فبالتالي الجسم في هاي الحالة في حالة اكثر اشي رح يتأثر اللي هو الكاربون دايكسايد رح يزداد تمام فبالتالي لما يزداد شو رح يسبب لي الحالة رح يصير عندي هايبر كابنية اذا يعني هاي كاربون دايكسايد موجود بال بالبلد تمام واز يعني من الجسم شو رح يصير رح تزداد الريس راتري ريت يعني رح تزداد عدد اه عدد التنفس في الدقيقة يعني ايش يعني يعني الانسان الطبيعي في الدقيقة الواحدة تقريبا بيوخذ عشرين اه عشرين شهيق وزفير تمام هذا معنا فأتمنى وصلت هون الفكرة اللي هي واحد الراسف اللي هي والفكرة طيب الان فيه مصطلحين لازم تكونوا عارفينهم اوكي بخصوا الفنتيليشن اوكي الان الفنتيليشن اه كد اه بمعنى عندي منت فينتيليشن وعندي الفولار فينتيليشن اوكي اللي هو ايش معنى المنت فينتيليشن ركزلي بالتعريف هو بقول لك كمية الهوة اللي انا عملت لها انسبايريشن اللي هو توتل فوليوم تمام ضرب كم انا اه ضرب الراسفايراتري ريت كم انا باخذ بريث بالدقيقة تمام فانتو اخذتوا انه كم انا بعمل بالنفس الواحد تقريبا خمسمائة ميلي تمام ضرب كم انا باخذ نفس في الدقيقة تقريبا اه ناخذ رقم عشرين اوكي فهذا هو المنت فنتيليشن طيب اوكي مش احنا حكينا انه في عندي انا ديد سبيس تمام ديد سبيس في الحاتف في السيولوجيك هل اذا مذكرين مش بتكون عبارة عن خمسمائة ناقص مية وخمسين اللي هاي مية وخمسين بريزنت ديد سبيس تمام انا اش بقول لك بقول لك بقول لك بقول لك هو هو كمية الهير اللي فعلا بصير له غاز اكسجينج تمام فانه بقول لك هون تقريبا ثلاثمائة وخمسين حلو فانه ايش بقول لك اه الهور الريس بايرات ضرب الهاي ثلاثمائة وخمسين اللي هو ناقص ديد سبيس اوكي مش مهم المهم بس تعرف انه ايش ايش تعريف كل واحد وبس يعني اوكي هاي كد بي زيادات اوكي يعني ممكن تكون هاي زيادات بس يعني كويس انه تكون فهمها طيب اخوان الان انا ليش درس كل هاي الفكرة كل هاي المقدمة علشان نفهم اه عشان نفهم هاي اوكي 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 اشلوين عشان نفهم هاي اخوان هاي ما بقعرف اذا لحد الان معكم اذا اذا هتمر معكم لقدام بس ولكن مهم تفهموها تمام لانه دكتور حكم بيجيب عليها السريع اوكي لان ايش بقول لك في عندي هاي الالفلوفينتليشن تمام ايش بتقول لك بقول لك انه البارشر البارشر تمام تركيز الكاربون دايكسايد اللي موجود بالالفل لاي تمام اه شو هي العوامل اللي بتأثر فيه تمام بقول لك هاي هاي ايش بريزنتد بريزنتد اللي هو كمية الكاربون دايكسايد اللي بنتجها الدسم فبالتالي لما يزداد كمية البرودكشن تبع الكاربون دايكسايد تمام شو رح يصير في الكاربون دايكسايد الموجود بالالفول لاي رح يزداد تمام والمقام ايش بيمثل بيمثل الالفولار فينتيليشن حلو ايش حكينا عنه اللي حكينا عنه هون شايف انه كمية كداش انا كداش في عندي انا كمية هوا بيصل بيصل للنق اه بالدقيقة فبالتالي انا يعني بشكل مختصر اوكي وان راح اوكي انه انا لما ازود تمام لما انا ازود شو رح يصير بالكاربون دايكسايد اللي موجود بالالفول لاي رح يتقل حلو تمام مش مهم ها مش مهم تعرفوها اوكي فبالتالي في عندي اهم عامل بالعبلي بالكاربون دايكسايد اللي موجود بالالفول لاي اللي هو اللي هو من تحديدا اللي هو تمام مش الالفولار ذنتيليشن. حكينا فوق. اوكي. اللي هو عبارة عن ناقص الديد سبيس. فهذا المقام صح? فبالتالي اه شو برضو راح يلعب فيه الديد سبيس تمام? فبالتالي لما يزداد مش لما يزداد الديد سبيس راح يقلي لي هذا المقام. فبالتالي برضو مين بيلعب لي بالكاربون دايكسايد اللي موجود بالالفولاي برضو الديد يعني اللي بدي اوصله. اللي بدي اوصله هنا. لما لما يزداد الديد سبيس تمام? الكاربون دايكسايد راح يزداد وين بالالفولاي الخارج اوكي? ولما يزداد الديد راح اتقل حلو? بشكل مختصر. طيب فاحنا ايش اخذنا علاقة الديد مع الديد الان بدي اشوف ايش تأثيره على الاكسجين براشر اوكي? فعندي في عندي هالعلاقة تمام? هالعلاقة بتوريك اللي هو اه 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 انا اخذ القرم. اوكي اللي هو الكاربون دايكسايد اللي موجود بالالفولاي مع مع الاكسجين الموجود بالالفولاي. ايش بيقول لك هون? انه في عندي هذا اللي هو الموجود على اليمين اللي هو هذا البراشر اللي اه اللي اللي بيجيلي من الانسبايريشن تمام تمام ناقص اللي هو تركيز الكاربون دايكوصايد تمام فالان لما يزداد عندي الكاربون دايكوصايد اللي موجود بالالفولاي راح يقل راح يقل اللي هو البرشر لبرشر تبع الاكسجين اللي موجود بالالفولاي تمام فانه ايش بقولك انه اي زيادة هنا راح تقللي اللي هو الاكسجين بمعنى ايش بدي اقولك انه اي زيادة هنا راح تقللي اللي هو الاكسجين بمعنى ايش بدي اقولك انه اي زيادة انه انا انه انا اوكي شوي انه انا ايش صار عندي صار عندي انا هيبو ذن تيليشن طبعا يعني قلل الفنتيليشن تمام هذا كان تأثيره على انه الكاربون دايكسايد زاد تمام فبالتالي اثر لي على انه اه الاكسجين قل تمام فانه هون افهم هاي الرليشن جدا مهمة اوكي فبالتالي انه يعني لما صير انا عندي هيبو ذن تيليشن راح يسبب لي هيبوكسيميا هيبوكسيميا يعني انه في عندي لو اكسجين اللي موجود اه بعدين اللي هو باللنج ثم بالبلد فيزل اوكي اه فهذا الجدول اللي هو بيرخص اه كل اشي انه 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 هون في حالة النورمال تمام انه اللي موجود بالالفولاي اربعين زي ما حكينا فوق في البداية تمام وانه البرشل تقريبا الموجود بالالفولاي مية تمام انا لما ازيد لاحظ انه انا كل ما زادت الكاربون دايكسايد الموجود بالالفولاي قل حلو بس ذات ست ان شاء الله تكون وصلت جدا مهم يعني بفتح لك انفاق كثير تمام اخواني الاماني هاي انه هذا الشرح كله عبارة عن اه شرح جايبه من بورز بيون بورز ام بيون تمام هاذا شرح تمام فا بيجمع لك افكارك اوكي طيب طيب اخوان الان بدنا نفوت على موضوع جديد تمام الان اللي هو بسميه اللي هو تمام اخوان اذا متذكرين مش في حكينا انه زمان يعني بالمحاضرات السابقة انه تمام اه من بارت لبارت بتختلف تمام في عدي التفسيرات الان اللينج اه بقسمها لثلاث مناطق او ثري زونز تمام هاي التصنيف جاءت بناء على انه انه تبع اللينج بكل زون بيختلف عن الثاني تمام اللي هو اه الترقيم بيبدأ من فوق لا تحت فبالتالي انه ايش بقولك بقولك انه يعني كمية الدم اللي بيصل لهون في زون ثري بيكون عالي هايست تمام اه في زون تو بيكون اقل واقل اشي موجود وين بزون ون تمام شو السبب هاذا بسبب الجاذبية حلو انه بسبب الجاذبية يعني نتخيل انه اي اسهل اه شو اسمه يصير في عندي بلاد فلو هون ولا ولا هون اكيد انه تحت اوكي فانه ايش اه هايست بلاد فلو بيكون تحت في زون ثري تمام بسبب شو السبب اللي هو العامل الجاذبية حلو نفس الاشي يطبق اه على اللي هو الفنتيليشن نفس الاشي نافس الفكرة على الفنتيليشن ايش بقولك بقولك الفنتيليشن تمام كمية الهوى اللي بيصل كمية الهوى اللي بتصل لزون ثري بتكون هاي تمام ليش شو السبب ممكن تتقولي انه لا انه الهوى انه ييجي لفوق اسهل طيب بقول لك انه الموجودة هون بصير لها يعني بصير عندي ضغط يعني زون لاحظوا زون وان زون تو بيضغطوا على الموجودة هون تمام فبالتالي الهوى الموجودة في الموجودة راح يمدفع لبلد فيزل اوكي فبالتالي اللي بدنا نعرفوا انه اللنك بقسمه لثري زونز حلو اه زون ثري بكون فيه عندي اعلى ايش بكون عندي البير فيوجن البير فيوجن والفنتيليشن تبحم عالي تمام سهلة ما في خربطة اوكي that's it طيب الان انا الفكرة ليش انا ندرس العشان نقول لك انه انا في عندي برضو معادل تمام اللي بضحك انه بالارأس تقريبا هو عبارة عن فيزيو تمام كله معادلات طيب المهم مش مهم ايش بقول لك بقول لك انا في عندي علاقة تمام اللي هو علاقة هاي بسميه اختصارا تمام هاي بقول لك انه انا لما اجي احسب بالالفولار فينتيليشن تمام اللي مذكرين عنه اللي تقريبا بكون هذا اللي بيصل للالفولاي تقريبا ثلاثمائة وخمسين لما انا اكسمه على حلو تمام راح يطلب معايا تقريبا الرقم حلو يعني يعني افهم انه انه هذا في رقم تقريبا زير بونت ايت ون يعني بهذا الرينج بس اتوقع ان انتم مطلوب منك ان يكون زير بوينت ايت اوكي فبالتالي انه في النورمال اه في النورمال انه بكون في عندي اه هذا النمبر اوكي زيرو بوينت ايت طيب اخوان مش احنا حكينا انه بالباس او اه بالزوني اوكي مش حكينا انه بالزوني ثري ناخد رقم اه لون شويش هاذ اوكي مش هنا حكينا انه بالزوني ثري بكون في عندي والبيرفيوجين اكثر اشي وبعدين بكون عندي اقل اشي لاحظ انه من الرسمة ها رسمة جدا جميل اخوان اوكي انه من الرسمة لاحظ انه هون متوسعات الالف الله تمام اه اسف الهو البلد فيزل اوكي ولكن ايش بقول لك هون الترك هون الترك بقول لك انه كمية البييرفيوجين اللي جاي لتحت للانجزون بتكون جدا هاي مش احنا هكينا انه الكيو بيكون عبارة عن انه البييرفيوجين اللي موجود تحت بيكون جدا هاي تمام مقارنة مع الفنتيليشن تمام يعني صحه برضو هاي ولكن البييرفيوجين جدا هاي حلو يعني على سبيل المثال تخيل ان البييرفيوجين هون عندي واحد اسف الهون عندي ثلاث الفنتيليشن بكون واحد شايف انه اكثر يعني ثلاث اضعاف تقريبا أرقام تقريبية نوفهم الفكرة على عكس زون 1 تمام على عكس زون 1 مش هحنا حكينا تقريبا أنه نفسي شيء والبير فيوجين هنا بكونه ولكن بيكون أكثر بيكون أكثر حلو من هم أثنيناتهم ولكن بير فيوجين هنا جدا قليل فبالتالي أنا لما أجي أعمل يارب يكون واضح فبالتالي أنا لما أجي أعمل تمام خلينا نأخذ من زون 3 مش هحنا حكينا أنه جدا وهون بيكون صح ولكن أقل هنا عندي واحد وهنا عندي اثنين فبالتالي لما أجي أعمل راح يكون في عندي مش هحنا حكينا أن النورمال زيرو بينت ايت هون راح يكون أقل راح يكون تقريبا ستة على سبيل المثال أرقام للفهم هم مجد هم الثنين هاي ولكن بسبب أنه أعلى من فبالتالي راح يكون هاي النسبة عالية آسف واضي على عكس الزون 1 شايف أنه المقام البرفوجن هون كان لو أكثر من الفنتيليشن فبالتالي الريشو راح تكون هاي تمام فبالتالي هاي مواضع عسية أنه أنه بدك تعرف أنه أنه البرفوجن وين أكثر وين أقل أنه الريشو هاي بيرفوجن الفنتيليشن وين موجود وين أكثر تمام يعني هاي الأمانة يعني فوق ما هي أسئلة انتحان مهمة هي إنما برضو أسئلة تمام مهمة العشان أقرار كل محاضر هاي كثير طوّرت عليها والله قرأتها من أكثر مصدر ناصرها ما كنتش فهمنا على الدور ما علينا المهم فهمت فهمت الفكرة آآ يب هذا بلخص كل إشي إنه بقول لك في عندي بوث تقريز فرم بوتم تو يعني من زون ثري تو زون ون بقول لك بوت بلاد فلو دي كريز مور حلو حلو هاي الرزلت بقول لك إنه آآ آآ إيش هون بقول لك بقول لك بزون ثري راح يكون في عندي أنا ويستد بير فيوجين مش أنا مش كان أنا عندي آآ مش كان عندي أنا مش هون هون قولي زل هذا مش عندي أنا آآ تمام ولكن أنا ما عندي ما عندي ما عندي فبالتالي أوكي صح اللي طلع من هون صح اللي الدم اللي طلع من هون آآ ما ما هيصر له يعني بالكمية الإفيشنت أوكي تمام بينما هون صح يجا في عندي شوي شوي بلاد فلو صح شوي ولكن هذولا صار لهم كثير خايم تمام فبالتالي إنه برضو اللي بدنا نستنتجه إنه هاي الراشيو حلو لما تكون هاي إذن في عندي أنا gas exchange هاي حلو على عكس إنه لما يكون في عندي هون آآ تكون لو يقول عندي لو gas exchange فبالتالي إنه الدم اللي اللي وصل هون رح يكون في عندي wasted wasted bare fusion شو معنى wasted bare fusion إنه ال bare fusion اللي إجا هون ما صار له gas exchange فبالتالي رح يكون low in oxygen على عكس اللي هون هون شو رح يكون في عندي wasted ventilation أوكي صح هون إنه ال ventilation عندي أموره تمام ال ventilation هنا أموره تمام حلو ولكن ال bare fusion أموره مش تمام فبالتالي إنه رح يكون في عندي يعني مش يعني مش كل الهو اللي موجود بالألف اللي هون رح يصير له gas exchange لأنه ما في عندي كمية بلد فلو كويسي أوكي فاللي بدنا نفهمه إنه بالزون الثري عندي ويست بالزون وون عندي أنا ويست طيب طيب كلام كلام مسرب المهم تمام إنه إيش هنا حكينا بالزون بالزون هنا بالزون ون بكون في عندي low bare fusion و low ventilation حلو على عكس الزون الثري بكون الثنين هاي تمام ولكن ال bare fusion هنا أكثر من اللي موجود هنا تمام فبالتالي إنه ال ratio رح تكون بالزون ون رح تكون high تمام بينما ال ratio اللي رح تكون بالزون 3 low تمام حلو طيب الآن مش حكين لما تكون عندي ال ratio هنا high تمام فبالتالي رح يكون في عندي ايش رح يكون في عندي gas exchange حلو فبالتالي إنه فبالتالي إنه إنه التركيز الأوكسجين اللي موجود بالأرتري لاحظ إنه هاي هي related to the artery تمام رح يكون high ليش لأنه صار في عندي gas exchange كثير حلو تمام على عكس اللي هو بالزون 3 لأنه ال ratio هنا low فبالتالي ما صار في عندي gas exchange حلو فبالتالي إنه اللي موجود بالكابلري بالأرتري لاحظ إنه related to the artery أوكي بعيدة لأنها مهمة كثير يا أخوان رح يكون عندي 90 إنه بالنورمان تقريبا قداش حكينا لازم يكون 100 حلو فبالتالي إنه بالزون الثري رح يكون في عندي low low oxygen تمام ونفس ونفس الاشي يطبق على carbon dioxide لأنه ما في عندي gas exchange تحت بالزون 3 فبالتالي رح يكون عالي حلو على عكس اللي موجود بالزون 1 لأنه في عندي gas exchange كثير فبالتالي رح يكون نسبته عالي بالارتري طيب أسا بتقول لي إنه طيب هذا الوضع كله إخوان عبارة عن normal يعني حالة فيسيولوجيكية كل ما غلط بس تمام هاي الأرقام كلها شايف الأرقام كلها شايف إنه في عندي فوق عندي هاي اكسجين عندي هون تحت كسجين هذا كله بينجمع بينجمع وبصب بالوين باللفت باللفت فنتري حلو فبالتالي إنه إيش صح عندي فوق عندي هاي وعندي تحت لو ولكن هاي كل الأرقام بتنجمع فبالتالي إيش كل أمور بترجع للأمور الطبيعية أوكي طب نيجي للموضوع الأخير تمام وهو سهل إن شاء الله إخوان مش هنا حكيناك وإنه إنه إنه في عندي أنا تمام مش في عندي بيكون أعلى إشي بزون تمام الكلام الله رضا عليكم فهمو وحفظو أوكي ننفسر أوكي لها مش عندي هذا البولمون الريكابلري تمام مش أنا في عندي بييجي بيجي من بيطلع كأزفين تمام بيقول لك شو لش بسن عندي أنا بسبب أنه في عندي أنا يعني يعني كنت عارفين تمام لأنا إيش بيقول لك لأنا إيش بيقول لك بيقول لك عندي تمام إيش هذا نجيبه من تحت البرشر هذا هو كيف الحركة هاي بيقول لك أنه هذا بيضغط لي على فبالتالي لما يزداد تمام رح رح يؤصره تمام رح يصير له فبالتالي إيش هون بحاول أقول لك عمك بوردز إنه بقول لك إنه برشر هو تمام بقول لك بقول لك في عندي أنا برشر تمام هذا برضو بيعمل لبلد بقول لك لما يزداد هذا ما رح يكون في عندي بلد فلو رح يصير في عندي أنا هون تمام يعني خلاص هيك ضيقه شايف ضيقه تمام فبالتالي إنه هاي 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 الكابيلر شو رح تتحول ل تمام يعني بوم تمام بسبب إنه إيش إنه عندي برضو بدي أرجع لرسمتي أو بس مش هسا رح أرجع لرسمتي تمام بدنا نطبق هذا الكلام تمام على كل زون من الموجود باللنك تمام فهون مبدعيا نبدأ بزون ثري إخوان بس نخرج بط إخوان حقوق مكية فكرية تمام عشان بس عشان محاضرة سبعة إنه إيش هون بقول لك مش هنحكي إنه في عندي تمام ونفس الإشي رح يكون بما إنه رح يكون هذا يعني تمام بيش بقول لك بقول لك إنه اللي جاي والطالع رح يكون هذول الاثنين سواء رح يكون أكثر من الموجود بالألف والله تمام فبالتالي لما آج أردت بالبرشر رح يكون هاي نخطي قلم ثاني رح يكون هذا هاي وهذا هاي الاثنيناتهم أعلى من من الألف البرشر لاحظ إنه بينما جدا مهم فبالتالي إنه هون إيش رح يكون في عندي لأنه ما صار في عندي إيش كومبريشن شايف ما صار في عندي كومبريشن أوكي هذا بالنسبة لزون ثري طيب بالنسبة لزون ون وزون تو وزون ون تمام إيش بيقول لك بيقول لك إنه هون الموجود بالأر هون هون الفكرة إيش كالتالي إنه مش هاذا في عندي اللي هو هون 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 رح حصير في عندي كومبريشن هون رح حصير في عندي تمام لاحظ تمام ولكن إيش بقول لك بقول لك أنا خلال عملية الضخ تمام يعني لو بجأ أجي أرسم لو بدي أجي أرسم اللي بولده بالكابيلر هيك رح يكون رح يكون مرتفع في أوقات وفي أوقات ثانية تمام اللي هو رح تخضوه إن شاء الله بال دايستوليك والسيستوليك إذا بتذكرينه من الجنر تمام إنه هون في حالة السيستوليك تمام إنه هون هذ زاد فبالتالي رح فلو فهمت الفكرة شنو شو صار بزون طيب بقول لك إنه بزون ون إنه بقول لك إنه الموجود بالألف ممكن يكون أكبر أو يساوي اللي هو الموجود بالأرتري تمام فبالتالي إنه رح يكون عندي بلد فلو وهذا ترى حكينا أول إنه هون في عندي أنا هايست وهون في عندي لوست بير فيمت كيف فإنه كله related to each other تمام فإنه هذا بيجي بلخص كل الفكرة يعني هايك المتابعة تلخص كل الفكرة اللي حكيناها إنه البراشر ما رح بالألف بالألف واللاي ما رضال عليك ما رح يصير عندي كونست تمام إنه بالباس رح يكون في عندي البراشر سواء فين أو آرتري حيكون هايست بالإبكس رح يكون لوست طيب مفروض هيك خلصنا أشياء كثير تمام يعني أتوقع إنه المعلومات هاي جدا مهمة إخوان لما أنا والله تعبت عليها صراحة إذا بتعملوا لي لايك أو كومنت تمام خلصنا كثير أشياء مش مشروحة تمام محاضرة سبعة وفي برضو أشياء برضو موجودة هتكون أنا سبكت عليها بمحاضرة ثمانية أتوقع تمام فبالتالي إذا تمت توقع نص ساعة الإشي زي هيك تمام 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 طيب أخوة نيجي للتفريق وهو أسهل إشي تمام راح نمر على الكلمات لأنه إن شاء الله نكون وضحنا الأفكار قبل تمام أي فكرة ما وضحت لقبل كالعادي ابحث عنها تمام لا تسألني بالأول تمام ما عرفت وقت تسألني أو أسأل أي حدا تمام ليش يبحث عنها لأنه المعلومة اللي بتجيك بصعوبة المهم ما ش مهم طب بقول لك هنا في تكمل لمحاضرة ستة ايش بقول لك آآ شوي بقول لك في عندي أشياء بتأثر على يعني على في أشياء بتعمل لي أشياء بتعمل لي تمام بقول لك الدكتور ما شرح شدده بس أنا بدي أعقب على كذا مهم شغلي تمام بداية في عندي هون الهيستامين أوكي بقول لك الهيستامين بيعمل لا لمانا ما بعرف أنا معرفتي أنه بيعمل تمام مش مهم يا بتسألوه عنها يا بتبصمجوها إذا كان سؤال حكم بس ما توقع يجيوه تمام فاللي بدك تعرف من هذا الجدول صراحة ركز عكي عالتالي إنه الأنجوتينسن والثرومبيكسن تمام والألفة كاتاكولومين اللي هو اللي هو الباراس آسف اللي هو الكاتاكولومين آه المهم طيب ركز لي إنه هذول الثلاث بعملوا تمام تمام ركز لي على إنه هاي مجموع مصفوض كلمة وحدة بعملوا تمام الأس الكولين أوكي والأ مين في شي نختار وشو حلو هنا صراحة نركز على هذولة تمام بالنسبة لي طيب خوش لموضوع محاضرتنا نكمله خواني يا عائل بقول لك بقول لك بقول لك إنه نفس الإشي إنه من زون لزون بيختلف هوا نفس الإشي لاحظ هون دكتور حكم على طول خشلك بالرزيستنس إنه إيش إنه بيختلف من زون لزون يعني في أشياء مش موضحة تمام عشان هيك عملنا المقدمة الطويلة هش هون بقول لك نفس الإشي عادي زون ون إنه الآل أنه هون زي ما حكينا بيكون أكثر من الآر أكثر من الفين آه عادي إنه الزون نفس الإشي تمام هاي رسمة جميلة برضو تمام إيش بقول لك إنه اللي بوجود بال آر تري أكبر من الآل أكبر من الفين تمام وهيا الفكرة اللي حكيناها إنه 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 توقع إنه هاي آرتري آه آه آرتري إنه لما خلال تمام كيف نكتب آه بم تمام هنا في الحالي هون بصير في عندي في زون ثري بقول لك إنه في كل الحالات زي ما حكينا طيب وأن نفس لي شي يا إخوان إنه زون ون تمام بقدر أعتبر ها دي سبيس لأنه الآل زي ما حكينا كد بي أنا آه أعطوني آه كد بي أنا الموجود بال آه آسف الموجود بالآه بالآل كد بي أنا مساوي مفروض هون مساوي تمام بتختلف من كتاب لكتاب إنه بعلا تمام بينما في زون تو إنه هي عبارة عن زون يعني فيها تمام بس بصير خلال الزي ما حكينا عنها إذا ما تذكرين إنه خلال هون بصير في عندي تمام و زون ثري إنه دايما في عندي بلود فلو هو مور براشر آه لم موضوع ثاني اللي هو تمام هذا طرقت له بالمحاضر الماضي طيب بس خلينا راح نوضح كذا شغلي أوكي نفس رسمة المحاضر الماضي أوكي لأنا إيش بقول لك بقول لك إنه بكون عبارة عن بسبب إنه تغير بالبراشر صح تمام إذن في أنا عندي براشر موجود بالكبل حلو الآن هذا البراشر رح يتفعل على إنه خروج لالإكسرا كابيلر سبيس لأنه الموجود هنا برضه هنا في هاي المساحة أقل من الموجود هنا تمام فبالتالي رح يكون في عندي خروج هذا خروج اللي بسمي خروج الفلويدز بسمي فيلتريشن أوكي فعسبيل المثال هاي الأرقام إنه بقول لك هون موجود ثلاث وخمس وثلاثين إنه برة في عندي خمس وعشرين لكبلرش تساوي مع البروشر هون لأنه هون البروشر تقل بسبب الفلويدز تمام فبالتالي ما رح يكون في عندي موبمت تمام هذا بالنسبة له هذا البروشر هذا بسمي أنا هادروستيك برش الآن في عندي نوع ثاني من البروشر اللي هو الخاصية الأزموزية إذا بالذكين إنه بكون انتقال من المنطقة اللي بكون فيها تركي نتخيل ها في عندي منطقتين تمام يعني النقاط ها نتخيل أنها أملاح تمام لاحظ أنه هون الأملاح كثير فبالتالي هون كثير مركز فبالتالي رح يكون التقال الدم هون التقال الفلويد هون من التركيز قليل للتركيز العالي تمام هون نفس الإشي اللي بيصير تمام إنه هون زادت عندي الأملاح لأنه لأنه قل الفلويد بسبب الفلتريشن تمام فبالتالي رح ترجع هاي بسميها ري أبزوربشن تمام لأن مش حكين أني أطلع المي والري أبزورشن أني أرد أسترجع المي تمام لأنه هو شو بقول لك بقول لك إنه 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 هاي استرجعت تقريبا بمحصلة براشر سبعة تمام بينما طلعت بمحصلة عشر تمام إذن في عندي ثلاث براشر هذول 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 اللي هو ثلاث اللي هي مصاحبة مع الفلويد إذن في ظل أنه هون عندي فلويد بره بالإكسرا سبيس تمام السحاية الفكرة أنا ما بحت يعني إذا إذا بخلي بره فلويد بهاي الطريقة رح يظل يتراكم رح يتراكم 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 تخيل هون رح يتراكم يتراكم فبالتالي هاي رح سبيب لي شغل يسمها الإديمة تمام أو تجمع للسوائل تمام زي ما أخذته بالجنرال باث اللي هو الفلميشن تمام فبقول لك أنه في أنا هنا في عندي أنا أو أو الليمف تمام وانا في عندي هاي مسؤولة أنه البلد اللي تراكم هون بسبب أنه في عندي اختلاف برجع على الليمف واللمف برضو برد يرجع لي على الهارت تمام فبالتالي ما رح سنر في عندي تراكم بشكل مختصر تمام فهون نجعل سلايدات هون بقول لك عندي هادروستاتيك ووزماتيك سيرف اس تينشن مش عارش شو فكرة سيرف اس تينشن الصحات بسمع علينا أنه نلاحظ هون شايف في عندي نت فهي لحالة ع سبيل المثال هون في عندي انا نت فلتريشن ايش رد رجع على الليمفاتيك تمام وبرضو هذا برد ارجع على اخوان الاماني هذا نفس الاشي عادي ما بدي ارد اعيده لكن هون بقول لك انه نفس الاشي شايف انه في عندي ال رح تكون اه اعتمادا على سواء هادروستاتيك او ازماتيك تمام اه طيب بقول لك هذا دكتور ما شرح البولموني اليدين اوكي طيب بما انه هذا الدكتور ما شرحه تمام بس مهم بتكون فهم الفكرة تمام والمعن اذا بدي اشرحه قد ما طولت فيه ما رح تفهمه الا اذا شفت فيديو تمام شوف فيديو كيف الاسباب بالسبب من البولموني لينك ل اه كيف بصير عندي الاسباب بتعديلة بالبولموني اوكي طوق دايكتين ثلاث رح يكون اوكي طيب اخوان رود نعيد الحكي انا باقور نص ساعة تمام فهول الفكرة متنظم انت الافكار باسك اوكي بنا نحكي عن حكينا عنه حكينا انه بتمثل تمام تمام فهنا بقول لك انه البلد اللي رايح للالفولاي بكون عبارة عن بالكاربون دايوكسايد وبور بالأكسجين بعدين بصير عندي تتحول فلما بصير عندي البلد اللي طالع منها رح يساوي تقريبا محمل بالأكسجين ميت ملي متر زابق والخارج اربعين تمام نفس الاشي طيب اه حكينا انه تقريبا نورمال تقريبا زيرو بونت ايت ما في عندي بيرفكشن اوكي طيب بقول لك انه مش يعني انه 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 العلاقة ما وصلت للمية انه اوكي هي مش بيرفكت يا صح مش بيرفكت ولكن انه خلص انه حالي نورمال تمام طيب بس يعني عشان اوضح لكم كيف ايجي ايجي الثمانية بالثمانية بالثمانية بالعشرة هاي انه اسا بقول لك الدم بضخ اني تقريبا خمسة لتر تمام بينما اللي هو المنت التنفذ 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 بالدقيقة تقريبا او الداخل تقريبا بكون اربع لتر تمام فتال لو ما اجي اكسيمو اربع على خمسة بطلع هون بطلع هون بطلع هون بطلع هل الريشو تمام بشكل عام اه نفس الاشي اخوان الامان مش راح ارد كثير عشان ما اضيع وقت اكرر ولكن تتمكن من المستع لقوله اوكي بقول لك اوكي هنا في حالة الباثورجي شو بصير انو لما صير عندنا النمونية تمام ايش فكرة النمونية انو انو بالالفولاي تمام وهاي البلد كابللري انو زادت هاي لعددة اسباب ممكن ادماء انفكشن او هكذا اوكي فانو ايش بقول لك بقول لك انو هاي النورمال النورمال راح يقل تمام فبالتالي فبالتالي لما يقل ال تمام اه فبالتالي راح للنسبة هاي كلها تقل تمام فهاي الفكرة انو اعرف انو انو هاي برضو النسبة بتقل في اي حالة ممكن تأثلي على الفنتيليشن او تمام طيب هذا تفسيره بالعربي اونا بقول لك اوكي انا كيف بدى اعرف احسب اللي هو زي ما حكينا اول اني احسب تايدل اللي هو تقريبا خمسمية انا 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 واضرب بالرسبايرات تمام قدنا لكم هي تقريبا من عشرين ل من ثناش لعشرين يعني هون على سبيل المثال اخذنا اه اثناش فهنا طلعت معي تمام اه طيب اه تقريبا ناخذ ارقا انا نخليها ارقام اي شو تساوية او نشيل الكسور بطل معي 0.8 طيب اصلا بالنسبة للبثيوجن مش انه تقريبا اللي هو كمية الدم اللي هو الكيو ها كمية البلد فلو مش حكينا خمسة ليتر طيب اصلا الخمسة ليتر هاي في علاقة اللي هي الهارت ريت والسروك فوليوم لامان الموضوع هذا جدا كبير تمام هذا محاضرة كاملة بالسي فياس تمام ولكن اللي بدك تعرفه انه هاي الكيو اللي بتمثل خمسة تمام في عندي عاملين بزودوها تمام مش مهم تعرفه اعرف الهارت تمام لما ازود عدد نبضاتك عدد نبضات القلب في الدقيقة رح يزود الخمسة تمام لانه هذا رح يفيدك انه علاقته بالإكسرسايز انه انسى انت لما تروح تلعب رياضة تركل تمام دقاتك بتزيد تمام تمام ايش احنا قلنا لازم نحافظ على تقريبا صفر فاصلة ثمانية طب انا ما بدي هنا ايش العلاقة تختل فبزود عشان هيك انت لما تركض تحاول تتنفس اكثر تمام علشان تحافظ لي على هاي جدا مهم تمام اللي حكيته هنا نشوف ايش تأثير هاي العلاقة على الاكسجين على الكاربون دايكساد اخوان اعادي يعني قد ما ظلني اعادي احكي اعادي اذا تتمكن من الاول صح زهقتكم بس اهم اشي تمام ايش بقولك انه بالنورمل بالنورمل ريشو اللي هي زيرو بينت ايت حلو راح يكون اوكي في عندي انا اا راح يكون في عندي بالارتري راح اوكي راح اضيف الارتري راح ازود بينما اقلل الريشو تمام بتالي حلو سبيل المثال راح يزيد كمية الكاربون دايكسايد بالارتري شو حكينا انه راح يصير عندي انا هايبر كابنية تمام وذكر حكينا انه علاقة انه الكاربون دايكسايد علاقته مع الاكسجين عكسية فبالتال ايش زاد هون هذا راح يقل يسبب لي هايبوكسيميا حلو انه هاي الحال اللي هو هاي في حال انه صار في عندي انا او انسداد في اي مجرى في الالفولاي تمام زي ما حكينا عنها هاي الحال الثاني الكاس الثاني انه اذا كان في عن اذا الفنتيليش وضعه تمام بس في مشكلة انه هاي الالفولاي انه هون صار عندي تمام نفس الاشي ترد تطبق تمام اه فهل حال بصرف عندي انا اوكي انه ايش الفكرة انه اوكي اه في هو بس ما في عندي تمام اه انه زي ما حكينا هون تذكروا يعني بحاول اطبق لكم انه اوكي هون انه هون ايش في انه هون في عندي تمام يعني تخيل انه في عندي تمام عسبيل بمثال في حال هون عندي بس هون الوضع تمام هون رح سوي وان برضو وهكذا حاول اربط اخوان انا ما بحاول ما بقدر فهمت فهون ايش هذا الديوغرام برضو بمثلي اللي هو علاقة مع الاكسجين برضو حكيناها اذا متذكرين حكيت لكم الصورة الجميلة اللي هي هاي اخوان مش قلت لكم هالصورة جدا جميلة تمام اه اعرف الريليشن تبعتها تمام انه لما يكون في عندي بالأكسجين بالارتري تمام شايف انه شايف معي هون انه 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 ها قاعد بتزيد فبالتالي لما يزيد ايش راح يصير في عندي تأثيرات الالفولار راح يزيد فبالتالي لما يزيد راح يصير في عندي تمام فونا صار عندي مئة خمسين شايف تبع مين تبع الاكسجين حلو بينما هون العكس تماما قل تمام هاي الفكرة طيب اه ما بدأين قبل ما اختم بدأ حكي كذا الشغلة دقيقة انا وهي انه اوكي صح في تكمل لهذا الموضوع بشارة محاضرة ثمانية بس انا ما راح اقدر اشرحه تمام غير البعد التبع لان انا اصلا المتبعي مش قاري لكثير هاي واحد اثنين بس الله يعطيكو العافية تمام فاي معلومة اه نفسي اشي ما بتعرفها بحث عنها بعدين يسألني بس اه يعطيكو العافية وشكرا اللي واحد وصل لها اللحظة